أكيد تموحي مش هيقل عن الموسم اللي إحنا مخلصينه والاستثناء إذا إن إحنا ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحاول نكسب أي بطول هندخل فيها زي ما أنت معارف الموسم اللي فات كان صعب جدا كل الناس عملت اللي عليها قدرنا نحقق كل حاجة دخلنا فيها فإن شاء الله ده اللي هنسعقله يعني بإذن الله إن إحنا نعمل ده الموسم ده مش هيكون سهل زي الموسم اللي فات لا هيكون أصعب من الموسم اللي فات بكتير هنواجه التحديات أكتر وهنواجه صعوبة أكتر فهنحاول نعديها إن شاء الله المنافسة في نص الملعب طبعا أكيد هتكون صعبة كلهم لعبة كبيرة كلهم لعبة منتخاب مصر لكن هي عموما في كل المراكز في النادي الأهل المنافسة بكون صعبة زي ما أنت عارف كل لعبة كل لعبة كبيرة لعبة كلها مستوياتها قريبة من بعض لكن كل أنا أقدر عمله لأن أنا أحافظ على مستويات مرا كويس ملعب جيم دائما ما أتمرأ أنت مرنتين في اليوم فلازم أحافظ على دعا لأن لما أكون موجود لازم أكون أدل المسئولية ده اللي أنا بحاول أحافظ عليه و أعمله دائما يعني الحمد لله بقدر أعمل ده فكل اللي أنا أقدر أعمله لأن دلوقتي أنا أمركز فترة الإعداد مع الفريق أتمرأ كويس بعمله عليها وإن شاء الله يوم أأجيلي الفرص نمسك فيها بإذن الله الحمد لله دائما نهاية الموسم بتكون مهمة زي بداية الموسم النهايات دائما كمان بتكون أحسن يعني وجهة نظر النهايات دائما بتكون أحسن فالحمد لله ربنا وفقني في آخر الموسم كده كان فيه كم مطش مهمين قدرت أكون موجود فيهم بشكل كويس فالحمد لله ده ساعدني أن أنا أخش الموسم الجديد بمعنويات أحسن فحاول إن شاء الله حافظ على المستوى ده وبإذن الله يعني أقدم أحسن حاجة بطولة الأمم الأفريقية كانت مهمة جدا بالنسبة لنا بالذات إن إحنا رحنا من قبل البطولة إحنا كنا لعبين كم مطش في التصفيات وكم مطش ودي مع ذلك مخسرناش ولا مطش ولكن كنا بنقابل برضو انتقاضات مش عارفه الناس أساساً ما كانتش بتتفرج علينا ما كانتش لسه شايفانا ومع ذلك الطبيعي الناس بتنتقدوا بدون أي سبب كنا دايماً بنكسب كل المطشوات اللي إحنا بنلعبها بس ده دي كانت نقطة إجابية إن إحنا نركز البطولة كانت متشافة نحاول نظهر ده للناس الحمد لله بصراحة الناس هناك كانت بتتعامنا كويس جداً حتى مع أول مطش الناس دعمتنا كان جبنا حوالي خمس قوار في العرضة لكن حصلت عادل لكن الحمد لله بعدها قدرنا كسبنا مالي وكملنا مكسب مخسرناش غير في الفاينال بس اترض من إنا لعب في أول عشر دقيق فده أثرت علينا بالنسبة للأولمبيات أنا شايف إن شاء الله هنقدروا نعمل حاجة كويسة حتى يعني إحنا بعض البطولة على طول يتكلمنا في الموضوع ده إن إحنا لازم نعمل حاجة كويسة هناك غير المنتخب الأولمبي اللي قبلنا يعني هم عملوا حاجة كويسة بس إحنا نحاول نعمل حاجة أحسن منهم فده اللي هنسعه له بإذن الله يعني كل لعب يتمنى يكون الحد موجود معين لكن في الأول في الأخر رؤي الجهاز الفني يعني ودي أهم حاجة الجهاز الفني هو هيبقى شايف إيه المراكز الأنسب إيه المراكز اللي هتقدر تساعدنا ومحدش هتقدر محدش هتقدر يتكلم في موضوع ده وتقبلها بكتير لأن إنت ممكن قبلها بفترة ببسطة لقدر الله يحصل إصابات يحصل أي متغيرات فلسة لسة بدري عن الموضوع في الكلام ده لكن كده كده في الأول في الأخر أي ثلاثة العيب أكبر هيجوا أنا متأكد إنه يقدروا يساعدوا للمنتخب فإن شاء الله ربنا يكرم بإذن الله وكده كده يكون أضافة كبيرة لنا موضوع العارة ده بقى له سنتين السنة الفاتتة أنا كنت حابب برضه أطلع أن أنا آخر ست شهور دول كان في كذا برضه حاجة كنت حابب أن أنا أطلع أخذ فترة أكبر لكن النادي ومستر كولر كان لهم رأي تاني وفي الأول في الأخر ده لأنا احترمته يعني كان هم حابين أن أنا أكون موجود وحابين أن أنا أكمل ففي الأول في الأخر كل حاجة أتقفلت لأني في الأول في الأخر أنا واحد من ولدي النادي يعني دايماً هشوف مصلحة النادي فين ومصلحة للنادي عايزة وهكون تحت أمرهم يعني والله مستر كولر دايماً بيتكلم معاه بشكل كويس يعني الفترة كمان الأخيرة برضو نهاية الموسم اللي فات هو لما جات لي العروض الأعارة دي أتكلم معاه كويس جداً أقول لي أنت من لعبة المهمة لأنا ما محتاجها وهيكون لها دور أين كان الدور ده أعمل إزاي لكن أمرف الدين أنت تطلع وأنا محتاجك معايا وأنا بصراحة احترمت دا ودائماً حتى بيتكلم معاً أنا دائماً بتمرن كويس أكمل إزاي ما أنا ما عايز وده بالنسبة لي مهم إن أنا أشوف أن أوصل لي أنا مؤثر ولا لا فبصراحة هو دائماً بيساعدني وإن شاء الله لما يجي فرصة كويسة كده محترمة بإذن الله أمسك فيها أنا بصراحة أنا شاركت في كل البطولات الكاس العلم للأنديا دي كانت البطولة الوحيدة اللي لما جينا الروح السنة الفاتت حصل لي كورونا والسنة بتاعت مستالكورة دي برضو جالي شد في الخلفية في مطش البنك قبلها على طول فحظ سايا في البطولة دي إن شاء الله نشارك فيها بطولة كاس العلم مهمة جداً إن شاء الله نشارك فيها ونقدر نحقق مدلع بإذن الله كويسة بطولة بطولة نفسي حققها وأنا بلعب بصراحة السعية بطولتيه مصراحة دوري أبطال أفريكيا وكاس العلم لأنديا أظن إن شاء الله جيلاً أنا أكون موجود فيها ندر نفس البطولة دي أنا في بدايتي فعلاً أنا في بدايتي مع مستر مسماني بدأت لعبت خمس ست مطشات كده في باكلفت موضوع ده كان دايماً خلاص الناس تعودت إن أنا باكلفت ودايماً كان كل كلام إن أنا باكلفت مش أقول لك الموضوع كان بداينا ولكن كان نفس الصراحة إن أنا يجي في أقرب وقت فرصة في مكاني اللي هو الأساسي في نص الملعب عشان أقدر أقول لي إن ده مكاني الأساسي الموضوع خد وقت آه لكن الحمد لله أنا بالنسبة لي المكان المفضل بالنسبة لي هو رقم ستة فالحمد لله لما شاركت فيه كان الدنيا ماشي غصورة كويسة يعني الحمد لله مصل الأعلى محلياً في مركز ستة أنا بحب كابتن أحمد حسن جداً وأعلمياً بحبك أنت أهم ده في مرحلة النشئين بالنسبة لي كان كابتن ياسر رضان وما عادش كتير جداً لكن الفترة دي اللي أنا طلعت فيها فريق أول كان مميز بالنسبة لي وساعدني كتير فبصراحة كمان لما طلعت فوق كان مستر مسماني كمان دي اللي كان ماسك فكاد اللي أنا اتفاجئتي منه أني كمان كان طريقة اللعبة كانت شواه بعض جداً فكابتن ياسر رضوان من الناس اللي أفضل عليه يعني النادي الأهل نادي كبير البطولات أكيد هنحاول نحققها كلها اللي إحنا دخلنا فيها السنة دي ده اللي بنسعله دلوقتي عاملين مع أسكر خارجي أجواء مختلفة فبنحاول نناخد بالأسباب وربنا يكرمنا إن شاء الله ونحقق برضو نفس كم البطولات اللي حققناها المسلم اللي فات كيدي الأجازة دي كويسة الأجازة كويسة جداً عشرين يوم بقلي أظن أنا واحد من الناس بقلي سنتين أو ثلاث سنين في الأهل دي أقصى مدة إحنا أخدناها أجازة فدي هتساعد اللعبة في عملية الريكافوري بتفصل حاجة مهمة جداً طبعاً في كل العالم مش في مصر بس فدي هتساعدنا إن إحنا نخش الموسم الجاي أحسن فريش فإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله بالنسبة المعسكر الخارجي دي زي ما كلمتك كده الأجواء مختلفة المعسكر السنة الفاتي كان في مصر السنة دي الدنيا كويسة ملاعب ريكافوري فأجواء أحسن الصراحة يعني بطولة السوبر الأفريكي بطولة مهمة لأن أظن الموسم اللي فات برضو بدأنا الموسم ببطولة واحدة كان ماتش واحد كتسوبر أظن فبطولة من ماتش واحد مهمة جداً إن إنت تكسبها أظن إن دي هتفرق جداً في الموسم ده لو كسبت البطولة دي بطولة من تسعين ديئة أو من مئة وعشرين ديئة هتدخلك الموسم بأحسن حاجة ممكن تدخل بيها تخش الموسم ببطولة جديدة فلا بطولة مهمة جداً وإحنا مركزين فيها من دلوقتي يعني أبرز النصاح اللي بتقولها زمايلي هو دايما إنت ما بتطلع للفريق الأول بيسلموك لعبك كبيرة فبصراحة معظم كباتين الفريق هنا بتتكلم مع الشباب إن أقل حاجة إن لازم تشوفي الناس الكبيرة بتعمل إيه وتكون قريب منها فلا ناس كلها بتتكلم معنا بشكل كويس إذا كان أنا أو زمايلي أو الناس اللي لسا طلعة فبنحاول نتعلم منهم ونحاول نمشي على الخطأ اللي هم ماشيين فيها يعني الضغوط في النادي الأهلي طبعا من النادي الأهلي محسن نادي في أفريقيا وتعافية وجمهوره كبير فدايما هتقابل ضغوطات من كل ناحية من كل حتة لأن انت دائما مطالب بمكسن فلا أول في لآخر أنتاليك الملعب هتقابل انتقاضات هتقابل جمهور هتقابل كلام كويس هتقابل كلام حلو فلا أول في لآخر أنت ممنوع ممنوع أن أنت تتتقابل النقض بالكلام بالرد لأ فمهم جداً أنت تكون مركز أنتاليك ملعبك لك شغلك فوارد وارد ان انت في الفترة ما تكونش كويس لازم تكون فاهم ان انت في الفترة دي هتقابل كامل تقاطات كبير لو انت مش مقتنع بدا ومش عارف الحجم النادي اللي انت لا موجود فيه فلا هتواجه الصعوبات كبيرة فالحمد الله الواحد من صغره متعود على الحاجات دي وبيسمع الكلام ده كتير فالحمد الله طالع عارف هو فين حاسس بقيمة المكان اللي هو فيه فانا عارف ان في وقت من الاوقات انا كشاب مثلا هيجي وقت من الاوقات هكون مش كويس فانا عارف ان هقابل دوت وقابل نقط كبير فلازم اكون جاهز للكلام ده كله رسالتي الجمهور النادي الاهلي ان انا بشكره مع الموسم اللي فات كان فيه حضور جامع هيري في بعض المواطشات كمان في افريكا بالزاد فيه مواطشين تلاتة حضروا بالساعة الكاملة فبعض المواطشات الدوري طبعا كان بيبقى فيه كام كواس فبشكرهم كانوا دعم لنا كبير رسالتي اليوم ان شاء الله الموسم ده نبزل اقصى مجاودة عندنا ان احنا نحاول نحافظ على الموسم اللي احنا عملنا الموسم اللي فات وان شاء الله بنطلب دعموهم برضو الموسم الجديد يقفوا جنبنا وان شاء الله يكون فيه عدد اكبر في الحضور بإذن الله بالنسبة الموضوع للناشئين ما لهاش فرص كبيرة وبصراحة فيه البعض الكلام صح ان انت بتتكلم في المواسم الاخيرة ما كانش فيه كام كبير بيطلع لكن الحمد لله للفترات الاخيرة من اول موسماني بقتلع عدد كبير جدا الدنيا اختلفت الفرص بدأت تزدل الناشئين بدأنا الدنيا كلها تقرب بيطلع كام كبير دلوقتي انت شوف الفريق الاول فيه السن فيه عامل ازاي هتلاقي كلها حاجات 22 20 فيه 19 فيه 18 فيه 3 السن خلاص والدنيا بقيت كلها كويسة قريبة دلوقتي اظن الفترة الجاية الفرص بقت احسن من الموسم اللي فاتت كتير فدي حاجة كويسة بصراحة لينا والناشئين فان شاء الله ربنا يكرم بإذن الله دايما ولاد النادي بيكون لهم تأثير كويسة